موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير أهلا بحضراتكم النهاردة حلقة جديدة في برنامج ناس وناس بمناسبة أن هذه هي الحلقة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية 2012 اسمحوا لي أن أتقدم عن نفسي بهذه الكلمة مخاطبا أحبائي وإخواني من جموع المواطنين المصريين أولا أدعو بالأصال عن نفسي كافة المواطنين المصريين الذين من حقهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة 2012 إلى الذهاب إلى لجان الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لأنها أمانة أمام الله عز وجل ولأن صوتك يعتبر شهادة والله عز وجل حرم على الإنسان أن يكتم الشهادة قال سبحانه وتعالى وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ومن هذا المنطلق يجب على كل إنسان قادر على أن يذهب إلى لجان الانتخابات للإدلاء بصوته أن لا يتأخر وأن لا يتباطأ وأن لا يكون سلبيا وإنما يجب أن يكون إيجابيا لأن صوته ربما يغير مجرى أمور كثيرة ثانيا من حق أي مواطن الإدلاء بصوته لمن يراه مناسبا ولمن تتوفر فيه شروط الكفاءة والأمانة والخبرة والوطنية والكياسة والخلق القويم دون تحديد أسماء بعينها أو شخصيات بعينها طالما أن هذا المرشح تتوفر فيه الكفاءة والأمانة والخبرة والوطنية والخلق القويم وطالما أنك تتوسم فيه أن يعبر بمصر إلى بر الأمان فمن حقك أن تصوت له وأن تعطيه صوتك دون أدنى حرج ولا تلتفت إلى أي فتاوى أو ادعاءات تحرم عليك الإدلاء بصوتك لمرشح دون آخر أو تدعوك إلى أن تعطي صوتك لمرشح دون آخر أعطاك الله عز وجل عقلا تميز به وأمامك المرشحين وما عليك إلا أن تختار الكفاءة بشيء من الأمانة والحكمة والتأدى والطمأنينة وأنت تنوي أن الله عز وجل من خلال صوتك يصلح حال مصر ويصلح حال البلاد والعباد أيضا أدعو كافة الأحباء المواطنين عدم الإنصاط إلى أي فتاوى تحرم عليك أن تدلي بصوتك لمرشح أو تدعوك إلى أن تدلي بصوتك لمرشح معين وأن ذلك من باب تطبيق الإسلام أو تطبيق الشريعة أو ما إلى ذلك كل هذه لا تعتبر فتاوى نصية وشرعية قطعية وإنما هي مجرد آراء اجتهادية لا تعبر إلا عن أصحابها ولهم منا كامل التقدير والاحترام لكن الكفاءة وشروط الكفاءة طالما أنها توفرت في شخص أو في أي شخص أصبح من حقك أن تصوت له دون أي تحريم ودون أي عقاب أيضا أدعو كافة إخواني وأحبائي الالتزام بالسلمية والحفاظ على المنشآت والحفاظ على صندوق الانتخابات بشكل قانوني وعدم الإنصاط إلى الدعاوة التي تؤدي إلى العنف أو تؤدي إلى الصدام أو تؤدي إلى الوقيعة أو تؤدي إلى الفتنة حتى مع المرشح الذي ربما لا تصوت له حتى مع أنصار المرشح الذي لا تراه مناسبا من وجهة نظرك عليك أن تحترم أنصار المرشحين الآخرين وعليهم أيضا أن يحترموا أنصار مرشحك لأننا في النهاية مصريون ولابد أن تنتهي هذه الحلقة من التخوين والتكفير وهذه النداءات التي لا تصب إلا في خانة الصدام والفوضى وكلنا في النهاية مصريون ومعيار الكفاءة والنزاهة والحرية والأدب والخلق هي معايير كثيرة علينا جميعا أن نضعها في الحسبان ونحن نختار أي مرشح وبالتالي علينا عدم الإنصاط إلى أي دعاوى عنف والالتجاء والاحتكام إلى القانون عند حدوث أي سلبية سواء تزوير سواء اقتحام سواء فوضى سواء أي شيء علينا أن نحتكم إلى القانون وأن نعلي سيادة القانون وأن لا ننصط إلى دعاوى التخريب وإسالة الدماء أخيرا أنا حريص جدا حتى هذه اللحظة أن أكون على مسافة واحدة من كل القوى والتيارات السياسية ولم أدعم حتى الآن مرشحا باسمه لأني أعتبر أن المكانة التي أقف فيها في التحرير لأخطب بين الناس لا أمتلكها وحدي وليست من حقي وحدي وإنما هي ملك لكل المرشحين الذين كانوا يصلون خلفي في ميداني التحرير وبالتالي أرى أنه من غير المناسب أن أسخر هذه المكانة التي منحني الله عز وجل إياها والتي أيدني فيها كل من صلى خلفي في ميداني التحرير أرى أنه من غير المناسب أن أستغلها لأدعم شخصا دون آخر سأدعم كل المرشحين الذين يعبرون عن الثورة المصرية والذين أتوسم فيهم أنهم يعبرون بمصر أو سيعبرون بمصر إن شاء الله إلى بر الأمان أقول ذلك لأنني أحب مصر وأحب حضراتكم وأحب الاستقرار والأمن لهذا الوطن وأحب وأحترم كافة المرشحين وأعتبرهم جميعا يمثلون مصر وأعتبرهم جميعا بإذن الله عز وجل أكفاء للقيام بهذه المسئولية العظيمة وإذا كان هناك خلاف مع أي مرشح أو مع إنصار أي مرشح قد لا نراه مناسبا فهذا لا يدعون إلى الصدام ولا إلى إراقة الدماء حفظ الله مصر وجعلها أمنا وأمانا وسخاء ورخاء إنه ولي ذلك والقادر عليه مع تأكيدي على كامل احترامي لكل مرشحي القوى الثورية والقوى الإسلامية والدينية هم جميعا إخواني وأحبابي وإن اختلفنا معهم في الرأي فهذا لا يفسد للوض قضية أن أتكلم عن حضراتكم لأنني في الحقيقة لا أحب أبدا أن نخرج من هذه الانتخابات بأي خسارة لا على المستوى الشخصي ولا بنقطة دم واحدة تسيل من أي مصري على تراب هذا الوطن حفظ الله مصر وجعلها أمنا وأمانا وسخاء ورخاء وتمر بإذن الله هذه الانتخابات وهذه الفترة العصيبة على مصر بكل أمان وبكل خير وتعبر مصر بإذن الله هذه المرحلة الصعبة بإذن الله أشكر حضراتكم على حسن المشاهدة بإذن الله وأستكمل معكم الحلقة النهاردة نتكلم في موضوع السجون من هم داخل السجن ومن هم خارج السجن كيف نعامل هؤلاء ومعنا ضيوف أكارم معنا الأساس الدكتور محمد المهدي أساس الطب النفسي بجامعة الأزهر فضيلة الشيخ مصطفى سليمان مدير إدارة الوعز والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية بعد الفاصل يكون لنا معهم اللقاء بإذن الله أهلا بحضراتكم من جديد في حلقة سابقة كان جات لنا رسالة من أحد إخواننا اللي كان مسجون وقاعد حوالي فترة طويلة وكان والده أو أخوه أو إخواته تقريبا ما بصرفوش عليه في السجن لمدة طويلة لدرجة أنه لجأ إلى أحد أصدقاء الوالد علشان خاطر يصرف عليه فكان حالته النفسية صعبة جدا وكان لازم نقول للوالد أن أنت مأثر ولازم نقول للابن أن أنت خلاص يعني أعفو واصفح عن والدك وأننا نرجع العلاقة بينهم إلى علاقة حب ووئام مرة أخرى وكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون ومن هذا الممطلق أحبين نعمل حلقة النهاردة نتكلم فيها في هذا الموضوع نشوف بقى فعلا ياما في السجن مظليم نشوف المسجون بعد ما بيطلع من السجن إزاي المجتمع بيعمله للأسف يقولك ده رد سجون وللأسف قد تتدمر حياته بسبب قضية قد تكون ملفقة بسبب حكم قد يكون ملفق لننتهم القضاء وإنما القاضي بيبني حكمه على أوراق مقدمة إليه أو شهود أو ما إلى ذلك فقد تكون الأوراق نفسها مفتعلة أو الشهود نفسهم والعياذ بالله شهود زور مثلا أو قد تكون القضية حقيقية وأدى ما عليه من عقوبة فهل يبقى أمام المجتمع مذنب طيلة حياته حتى يلقى الله عز وجل وهل يعامل كمواطن درجة تانية أو تلتة لمجرد أنه أخطأ ولا طالما أنه أخذ عقابه في الدنيا ينبغي علينا نحن أيضا أن نتعامل معه على أنه إنسان سوي وعلى أنه إنسان طبيعي ولأنه خلاص أدى لعليه من عقاب أو من عقوبة فكأنها توبة أو إذا تاب إلى الله عز وجل وأحسن توبته علينا أن نتسامح نحن أيضا معه في هذا الموضوع النهاردة نتكلم مع ضيوفنا الكرام اللي بيشرفونه في الأستوديو فضيلة الشيخ مصطفى سليمان مدير إدارة الوعز والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية مولانا مورنة أهلا وسهلا أهلا بك وأيضا معنا الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف دكتور أهلا وسهلا أهلا بحضرية نورنا أهلا معنا تقرير نحب نشوف الأول عشان حضراتكم تنقشونا بقى فيما سيرد في التقرير وفي الكلام اللي قلته في مقدمة الحلقة نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم سريعا إن شاء الله ظروف الحياة القاسية والمتقلبة قد تقبر البعض على ارتكاب جريمة ما يدفعون ثمنها من عمرهم وحرياتهم خلف أسوار السجون أنا كنت محبوصة في وصلاة أمانة لكي كنت جايبة تلاجة وبتجاز لبنتي لجهزها ويجي جزء توفى ما قدرتش إننا ندفع السداد فصاحب الحاجة أشتكاني خدت ثلاث سنين فقدت منهم سنة حبث سبعة عشر زلم في وصلاة أمانة والحمد لله دلوقتي ربنا كرمنا تلعج ومعا ما وغف شغال فيه وباكم بعرق جبيلي بدلا ما أروح أسرق وبدلا ما أعمل أي حاجة غلط أو أبيع مخدرات ولكن كيف يتعامل المجتمع مع السجناء الذين قضوا فترة طبوبتهم وخرجوا وكلهم أمل في استئناف حياتهم بشكل طبيعي أنا شايف أن المجتمع ما بيرحمش لازم يندمك طبعا في المجتمع ده بالعكس ده المجتمع لازم يساعد ده المجتمع يعتبر ظلمه الظلم أن أنت تعجبه مرتين أنه أتعجب قبل كده طول حياته أنا بدعو المجتمع أن يتعامل مع سجناء الفقر سواء سيدات أو رجال بينهم يتعاملوا معهم كأنهم مواطنين صلاحين لأن هؤلاء السجناء أو السجينات دول مش داخلين السجن بسبب قضية مخدرات ولا قتل ولا سرقة إنما داخلوا السجن نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم أقول للناس أنهم يقابلوا الناس يعني بصدر رحم بحنية بدل ما ده يقفل بابه وده يقفل بابه لا يفتحوا أبوابه معلشان الناس تقدر أنه يتمشي كويس لو بصولنا بص صوحشة ممكن ما نتغيرش الناس بتتعامل معاها كأنه هو رد سجون فده ظلم اجتماعي لي لأنه ده دخل السجن لا ارتكب جريمة ولا ارتكب كارثة على النقيد بنشوف ناس رجال أعمال ومستثمرين بياخدوا قروض بالمليارات وبالملايين وبيخرجوا ومحدش بيقولهم انتوا راحين فيه مفروض أنه نتعامل معاهم طريقة كويسة نتعامل عنهم أنهم الناس أسوياء الناس عاديين حرام يعني أنهم دول يتساوي إذا تساوي المواحدة قتل إذا كان في جامعيات أو في منظمات أو في تقدر تخرجهم من السجن وتعدهم وتأهلهم نفسيا وتأهل الناس كمان اللي حواليهم نفسيا أنهم تتعاملوا معاهم ده ضرور ده واجب ده واجب قومي وواجب ديني وواجب إنساني في الحبس مظالم كتير وربنا سبحانه وتعالى اللي خلق البشر ورحيم عليه بقول لك خير الخطائين التوابين مش أنا عاجبه مرة مش هيقررها تاني هو بس لو البيئة سعادته إنه يبقى كويس مش هيقرر الغلط ده تاني أتمنى نعيش كويس ورب ولجي تربية كويسة ونعيش يعني عيش بالحلال إن شاء الله ويعيالي ربنا يهجيهم ده أنا ما أتمنى من ربنا سؤال لزال يحير قلوب هؤلاء إذا كان الله يعفو عن عباده ويغفر لهم فمتى يغفر لنا المجتمع؟ أهلا مولانا الشيخ مصطفى على حضورك بين النهار شفت التقرير حضرتك وشفت الناس قد إيه بتدعو إلى أن نتصافح وأن نتسامح وأن نتغافر فيما بيننا والخطأ ويرد وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم سيادتك متخصص في أنك بتزور السجون تقريبا أسبوعيا وبتلقي خطبة الجمعة في أحد السجون تقريبا لا في قطاع في قطاع فبينك وبينهم علاقة أو بترى منهم نمازج فعلية هو فعلا ياما في السجن مظليم؟ نعم أنا فعلا ياما في السجن مظليم لكن هناك أيضا مخطئين هناك مخطئين ومزنبون لكن الأمر أننا لابد أن نتعامل مع السجين كما شفنا في التأرير كذا أن نتعامل معه كإنسان طبيعي طبيعي جدا مش معناه أنه مثلا ارتكب جريمة في وقت ما ربما تكون خارج عن إرادته زي ما بنرى في بعض المشاكل أو ربما نرى في بعض الأمور يعني الشيطان اللعب برأسه فارتكب هذه الجريمة فيرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويندم على هذا الأمر وواجب على المجتمع أن يتقبلها وواجب على المجتمع أن يهيئ له الفرصة مرة أخرى فهذا يعني ليس فعلا فيه مظالين كثير جدا في السجون وفيه مسجونين نتيجة ظلم المجتمع يعني الأخت اللي شفناها جابت لبنتها تلاجة بالتأسيط لوصلة أمانة ما سددتش المبلغ فطبعا صاحب المحل قدم وصلة أمانة للقضاء وبالتالي حكم عليها بالسجن وسمن السلاجة يمكن يقول مضاعف أضعاف يعني ويعطيها السلاجة بأضعاف المضاعف على صلب بياضة يعني هي لولا أنها محتاجة وفقيرة وتحتاج إلى هذه السلاجة لتساعد ابنتها ما جاءت بها وما اقترضتها وما أخذتها بالقصد فواجب على الناس أن يكون فيها طراحم يعني أن يكون هناك طراحم وذلك يرجع بها مش يرجع ليرجع إلى الدولة ذاتها أنها توفر لهؤلاء الطبقة الفقيرة دية أن توفر لهم جمعيات استهلاكية تبيع لهم هذه السلع بسعرها الحقيقي حتى ولو كان بالقصد بس توفر المبالغ اللي بيأخذوها أصحاب الشركات والناس اللي بيأخذوها مضاعفة أو أضعاف المضاعفة أن يعطوها للناس الفقراء دول اللي تساعد بنتها اللي تساعدها لها دي واجب مجتمع مش واجب أفراد واجب على المجتمع وواجب على الدولة أن يتعطي للناس دول فكنسياتك بتقابل من المساجين يعني من إخواننا المساجين نعم من هو أخطأ مرة واثنين وثلاثة واربعة بتعود على الخطأ ومن هو يمكن أول مرة في حياته وغلط غلطها مثلا فحكم عليه فيها أي نسبة أكبر في السجن يا مغلانا من اللي قبلتهم اللي أول مرة يغلط ولا اللي بتكرر كتير لا اللي بتكرر كتير يعني اللي بتكرر كتير دايما هو عود نفسه على السجن ولذلك النهار ده اللي بتكلم بقول له يعني أنت إنسان سوي إنسان خلقك الله سبحانه وتعالى بعقل وأعطاك ميزة وأعطاك منحة وهي العقل ما الفرق بينك وبين الذي يعيش بحريته خارج أصوار السجن أنت داخل السجن في مربع هذا المربع يعني تقيم وتنام ومعيشتك فيه ومن حولك أصحاب السوء يعني اللي حولته هم أصحاب سوء فإذا كان هؤلاء أصحاب السوء بيعديوك في هذا الأمر فأنت يعني أنا أسأله هل ترضى لنفسك وأنت في هذا المكان ترضى هذا المكان أن يكون لابنك أو لابنتك أو لأحد من أهلك الجميع أجابوا بالنفي يعني قالوا لا قال إذا كنت لا تتمناه لابنك ولا تتمناه لأهلك فلماذا تتمناه لنفسك؟ يعني لماذا تتمنى هذا المكان أن يكون لنفسك؟ بس يبقى السؤال يا مولاد نعم تفضل يعني إذا كان هؤلاء قد تعودوا على السجن وبيطلعوا ويرجعوا تاني فإحنا أمام مشكلتين المشكلة الأولى إما أن يكون السبب الذي يتسبب في دخولهم لا زال قائما ما تغيرش وبالتالي هو بيطلع ويدخل لسبب موجود أو العلة موجودة زي ما هي ما تغيرتش سواء كان في المجتمع سواء كان فيه هو سواء كان في الأسرة المحيطة بيه أو سواء كان في الدولة أو الأغنياء مثلا أو إما أنه جهود بقى علماء الدين في السجون والدعوة إلى التوبة والمسائل دي لم تؤتي ثمارها مع هؤلاء لا وحضرتك لما بنزل بالسجون نحن ندعو بالموازة الحسنة يعني ندعو إلى التوبة والموازة الحسنة وهي أسباب ما هي الأسباب التي أدت بك إلى دخولك إلى السجن فيجيبنا بعضهم وبعضهم يبكي وبعضهم يندم ندم شديد وبعضهم يتوب إلى الله عز وجل وبعضهم يرجع إلى المجتمع طبيعيا جدا لكن أنا أعتقد أن الإنسان الذي يتعود السجن ويرجع إليه مرة ثانية له أسباب من أسبابه أصدقاء السوق يعني أنا جئت برجل من هؤلاء وجعلته يقسم على كتاب الله وعلى المصحف أمامي وبالفعل رجع وتاب وندم وبقى يصلي وبقى مسك سبحه وتمام التمام وفيه جئت بعد أكثر من شهر مر على شهر تماما وهو نقي أصدقاء السوق يرجعون له تاني مرة أخرى فعاد إليهم ولعب برأسيه الشيطان طبعا أصدقاء السوق في السجن قتل من أصدقاء الخير مهم في السجن بره يعني مهم بيطلع برضه بيأتالفهم ببعض أما يخرجوا من السجن بيأتالفهم ببعض وهكذا هم عندهم يعني الأمور طبعا طيب أنا هرجع لحضرتك لكن أسأل الدكتور محمد المهدي طبعا سيدة الأستاذ طب بنفسي هل فعلا السجين لما يتسجن مرة بيحن إلى السجن مرة أخرى ده سؤال وهل الإنسان ممكن يدفع السجن في قضية صغيرة فيتحول داخل السجن إلى مجرم كبير بسم الله الرحمن الرحيم هو ضروري أن نفرق المساجين لفئات يعني هو فيه الثلاث فئات السجين العارض أو السجين بالصدفة اللي دخل السجن وما كانش له أي تاريخ إجرامي أبريكا زي الست اللي احنا شفناها في التقرير يعني وصل أما أنا ما قدرتش تسدده فتسجنت ومن دكتير حد يعني تعثر ماليا فتسجن حد ارتكب مثلا جريمة قطل خطأ هو سائق العربية فتسجن ففيه حاجات زي كده كتير النوع الثاني هو المجرم معتد الإجرام الفضلة الشيخ بيتكلم عنه اللي بيروح ويرجع يروح ويرجع دعا طول الصنف الثالث وهو سجين الرأي أو السجين السياسي أو سجين فكرة أو سجين معتقد فدول تلت أنواع الصنف الأولاني لا ما يحبش يرجع للسجن خالص بالعكس بتبقى صدمة شديدة له وبيتكسر كسرة نفسية كبيرة لأنه لم يتعود ولم يتوقع في يوم الأيام أنه يعني ما كانه في السجن كان وصل أمان عاوز تجاوز بنته أو عاوز تجاوز بنته لقيت نفسها في السجن بالزبط لكن المجرم معتد الإجرام بيرجع لكن دعا يا أستاذنا الأول بس أن نروح نتفضل اللي كانت بتجاهز بنته وتسجنت دي لو حصلها كده بتطلع حاقدة وناقمة على المجتمع وعنصر غير إيجابي مرة يعني هي كره المجتمع أنتم اللي حبستوني لأنكم موقفتوش جنبي سواء الحكومة أو الأشخاص أو الجيران أو الأسرة أو الأغنياء أو ما خلاف فتحول من عنصر كان إيجابيا قبل أن ندخل السجن اللي عنصر سلبي وحاقد بس مش بالضرورة أنها تمارس نشاط إجرامي بعد أن تطلع من السجن ولكن لو في حد التركيبة النفسية هشة وضعيفة وقابلة للتأثر فالبيئة اللي جوه السجن فيها نمازج سيئة كتير ونمازج سلبية كتير خاصة حين يختلط الجنائيون مع المدنيون يعني اللي جاين بجرائم مدنية زي الوصولات والحوادث والحاجات دي يختلط بالمجرمين الجنائيين وعشان كده في العالم كله المفروض أنه يفرقوا ما حطش القاتل والمختلس كان يجوز بنتها ويحبوصوا في وصل الأمانة بالضبط ولو حد صغير السن ودخل السجن واختلط بمجموعات من المجرمين فمع العشرة الطويلة والكلام بالليل وبالنهار لسنوات طويلة بيطلع وقد اكتسب هذه القدوة السيئة فيطلع وهو يعني قد اكتسب برنامجا إجراميا يعمل به بعد الخروج بالإضافة إلى العلاقة القوية اللي تنشأ يتقابله برة فيطلع مجرم فهنا الخطورة في هذا السجين العارض أو السجين بالصدفة اللي دخل وتأثر بالجو لكن لو حد شخصيته مضبوطة ودخل وخرج مش بالضرورة أنه يعاود تاني لأنه ما فيش جواه التركيبة الإجرامية بالنسبة الأكبر عنها اللي بتأثر ولا بتأثرش دايما في الأبحاث اللي يتأثر يعني يتوقف على السن وعلى التركيبة الشخصية يعني مش بالنسبة العددية هو سنه صغير هيتأثر تركيبة نفسية هشة وكان يدوب متلصم فدخل وكان هو أساسا عنده ميل أنه يمشي في السكة دي ده النوع الأولين ده النوع الأولين ده سجين الصدفة ده سجين الصدفة سجين الثاني اللي هو معتد الإجرام ده بيبقى فيه سمات الشخصية المضادة للمجتمع هذه سمات بتتلخص في أنه يعني لا يعترف بالقانون ولا بالتقاليد ولا بالأعراف ولا بالنظم السائدة في المجتمع ولديه ميل دائم لانتهاك حقوق الآخرين وانتهاك الأداب العامة وانتهاك القوانين العامة في المجتمع هو لا يتعلم من التجربة وعشان كحراب نستغرب أنه دخل وتسجن ويمكن تعذب ويمكن عانى كتير جدا ويطلع ويرجع تاني وبعدين ينسى سريعا زي ما فضلت الشيخ قال كده يعني تعهد مع فضلت الشيخ أو يتعهد مع أي حد وخلاص ويتوب ويبان عليه فعلا الصدق في التوبة ولكنه ينسى سريعا لأنه التركيبة النفسية مضطربة وتركيبة النفسية مشوهة فغالبا ما يعاود لكن دول في نسبة كبيرة منهم بيجي في لحظة من اللحظات يحصل نطج نفسي وخاصة كلما اقترب من سن الأربعين يعني نسبة مش قليلة منهم من اليوم عند سن الأربعين يزهق بقى ويطعب ويقول لك خلاص أنا توبتو تلاقي واقف مثلا عند موقف سيارات أو فتح كشك أو عمل أي حاجة بيشوف أي سبب يعني أي سبب ومعادي شي يرجع تاني بس دي بتحتاج وقت شوية لحد ما يحصل النطج ده لو تم عمل شغل وياه كويس وهو في السجن عمل إصلاحي جيد فإحنا بنقرب حالة النطج اللي يوصل لها دي لأنه عنده مشكلة في الشرق السجن هنعرفت إيه هي الأمور الإصلاحية في داخل السجن ديت ونقف مع النوع الثالث اللي هو سجين الرأي لكن بعد فاصل تسمح لي فاصل ونكمل مع حضراتكم بإذن الله أهلا بحضراتكم بعد الفاصل دكتور محمد النوع التالي اللي هو سجين الرأي ده طبعا متمسك برأيه جدا هيدخل يقعد عشرين سنة ويطلع هو هو سجين الرأي برضو بنقسمه لصنفين يعني أساسيين في صنف منهم المعتقد عنده قوي سواء كان المعتقد ده سياسي أو معتقد ديني أو معتقد اجتماعي أو إنساني فده لما بيدخل السجن وحتى لو عزب أو يعني بيموت هو على المدى أه بتقوى الفكرة ليه بقى لأنه هو بيشعر أنه من يعارضه يستحق فعلا المعارضة إذا كنت أنا عارضت هذا النظام وهذا النظام بيسجني وبيعزبني وبيعمل كل حاجات دي كلها فهو نظام ظالم ويستحق المعارضة فبيطلع وهو أقوى ويشعر حتى بالفخر كلما تعرض للمشقة داخل السجن أنه هو بيدفع سمن لهذه الفكرة فيزداد اعتزازه بهذه الفكرة وإيمانه بها في نوع تاني يكون قبض عليه في قضية رأيي ولكنه كان هش التكوين يعني كان مجرد أنه هو ميشي كده في الركب وما كانش يعرف أنه هو يتعرض لهذا المأزق لا مزارفة ميشي في المزارفة تمسك راح هناك باقي فوق من تاني إيه اللي حظم هو الإنسان الذي يخطئ ثم يتوب إلى الله عز وجل هل السجن في الدنيا تعتبر عقوبة كافية للإنسان حتى لا يعاقب في الآخرة وهل المجتمع أو لماذا لا ينظر المجتمع على أنها توبة على أن هذا الرجل طرم أنه نال عقابه فهو كأنه تاب كمن تاب إلى الله عز وجل فيبدأ المجتمع يتعامل معه على أنه إنسان سوي ما هي العقبة المعضلة في هذا الموضوع إذا كان الله عز وجل يعني يقبل التوبة عن عباده نعم فلماذا نحن لا نقبل توبة هذا الذي تاب إلى الله عز وجل إذا كان ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأوجدنا يتقبل مننا التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم إذا كان يعني العبد أسرف في حياتي كلها وفعل كل هذا ورغم ذلك ربنا بينادع عليه وقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم فإذا كان ربنا يعني يفتح باب التوبة يفتحها بالليل ليتوب مصيء النهار ويفتحها بالنهار ليتوب مصيء الليل حتى ترجع الشمس المغربية طيب إذا كان ربنا يقبل فلماذا لا نقبل نحن التوبة والذي سجن هو أخي وابن عمي وجاري وقريبي ويعيش مع في المجتمع أنا عن نفسي وزملائي تعرضنا لمسك هذا الأمر كسجن الرأي لأننا أخذنا جمعية جمعية تنمية مجتمع كان طابق عليها جماعة كبار في السن فنحن كان لنا نشاط وكان لنا نشاط جميل جدا فلما جاءنا قرار المحافظ وأخذنا هذه الجمعية الخيرية وبدأنا نعمل فيها نشاط مستوصف وبدأنا نعمل فيها حضانة وبدأنا نعمل فيها أشياء جميلة جدا للقرية التي كنا نعيش فيها فوجئنا بأن هؤلاء لا يعجبهم هم مش عايزين كده عايزين هم يفضل في المناصر المهم احنا مش عايزين ايه ندي أصلي التاريخ الكبير يا مولان فأخذوا بقى دخلونا في هذا المتاج احنا بنتكلم هل العقوبة في السجن في حد ذاتها مكفرة للزم طبعا ولكم في القصاص حياة يؤلي للباب إذا كنا نقتصه من القاتل فهو تكفر الزم هذا الحبس الذي يحبس به موت عزير النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالفه الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبو يعني كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع وهمية وهلال ابن الربيع هؤلاء عندما تخلفهم حبسهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يحبسهم بمعنى أن يدخلهم السجن قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقاطعهم ثم بعد ذلك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فتح الله لهم باب التوبة وعادوا إلى الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوب في آخر الآية وتاب الله وقبل الله طوبتهم لكن هذه توبة من الرسول السلام ده توبة بوحي من الله عز وجل إنما من شروط التوبة أن يندب الإنسان على ما فعل وأن ينوي عدم العودة إلى الذنب طب السجين الذي سجن وطلع زي ما فضلت أستاذنا الدكتور قال لو ستك قلت طلع مصر على إنه يعمل جرائم أكبر من الأول يعني تضرب جوه خذ فرقة إجرام جوه هل ده يعتبر تاب إلى الله فعلا؟ لا ما تبشر ما دام يعود ما دام عنده نية العودة مرة أخرى ونية الإجرام إذن فهو ليس إنسان غيره سوي يعني المجتمع إذا رأى إنسان بيحاول يأكل عيش بيحاول يعيش ويحاول وعاوز الناس تنسى لعمله لابد أن يساعده كمن تاب إلى الله عز وجل نعم طبعا لابد لأنه تاب إلى الله عز وجل ونرى توبته مردودة فعلي في الخير وعمله في الخير ويمد يد المساعدة للناس والناس تمد يد المساعدة إليه طيب أنا عندي سؤال مهم أولي مثالتك ما قابلتش جوه السجن واحد طلع قدر العقوبة ثم خرج وكان ناوي فعلا إنه هو يعيش ويأكل يعيش وكيف خره شره ويحاول يشوفه أي سبوبة كده يعيش منها وعياله لكن رفض المجتمع ليه هو اللي حاوله المجرم بعد كده أهل قابلك النوعية دي لا هو أنا بيني واحد يعني سجن لأمور مادية ولكن عندما كلمت يعني ندم على هذا ورجع مرة أخرى ولكنه عاد يعني عندما خرج من السجن خرج بتوبة النصوة وفتح كوش كده واشتغلوا بقى كويس جدا واندمج في المجتمع وتزوجت بناته فأصبح إنسان سوي جدا والناس تناسك لا أنا بتكلم أولانا في جزئية تانية وهي أن المجتمع أحيانا بيغلق الباب أمام اللي عاوز يعيش وهو طلع من السجن خلاص بقى عاوز يكفي خيره شره ويعيش فالمجتمع بيغلق الباب في وشه فيضطر أن هو يعمل جرائم تانية ويخش السجن مرة تانية نعم هل ده قابلك هناك؟ لا لا لكن أنا عاوز أقول للمجتمع كله وخاطب الناس كلها لا ما نعملش الإنسان المجرم عندما يخرج من السجن إنه إنسان يعني مزنب أو إنسان يعني ارتكب جرائم لا نشوفه هل يندمج في المجتمع أم لا إذا اندمج في المجتمع وقدم للمجتمع يد طيبة ويد بيضاء فلابد أن نتقبله لابد أن نعينه لابد أن نساعده لا يعني ما نركبوش حمقات تاني وما نركبوش اسم تاني وزنب تاني إن إحنا كلنا مسؤولين عن الموضوع ده كلكم راعين وكلكم مسؤولين عن رعيتهم طيب هل قابلت داخل السجن حد مثلا أسرتهم ما بتصرفش عليه فاضطر أن يقطع الصلة بهم أو إنه هو يبقى خلاص يعني يخرج عن طوعهم آه حصل نعم فعلا في بعض الآباء والأمهات يعني عندما بس هو بيكون بعد يبقى بعد النصح الكثير جدا والطويل جدا لهذا الإبن بيملوا منه يعني ملوا منه فعلا حتى وقع في الشر فدخل السجن فقطعوه فعلا قطعوه نهائيا واتصل بي كذا مرة يعني حاولت مع والده قال لك أبدا كرجل صعيدي قال لك أبدا لن أزوره أبدا لأنه خالف أمري ولم يتبع هل يحق للوالد لذلك يعني هل هذا من حق الوالد فعلا يعمل كده لا صلة رحم يعني صلة رحم لابد أن يصلوا لأنه في محنة هذا الولد في محنة ربما عاد يعني ورجع إلى الله عز وجل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى واجب على الأب أن لا نحن أكلمنا الأب كتير جدا لكن الأب كان مصر يعني أصرر صرار جمي جدا موقعا صعيدي أفل لكن والواجب على أي أب أو أم أن يصلوا أبنائهم دول ويذهبوا إليهم لأنه حتى برضي يعني لكل يد العون إليهم كده لما لقى أبوه وامه زره في المكان ده هيتلاقي يعني برضه عنده إحساس كده يقولك آه والله أنا السبب في مجيئهم إلى هذا المكان فيمكن أن لا يعود إلى هذا المكان مرة أخرى نعم سيدنا دكتور السجون حينا بيكون قاسية جدا على السجناء لدرجة أن الإنسان اللي بيدخل السجن زي ما سادتك قلت من شوية يا إما أنه يتحول إلى إنسان سلبي خارج السجن إذا خرج يا إما سلبي داخل السجن أيضا كاره الدولة وكاره ومش عاوز يطلع منه يعني والسجون بيئة غالبا في مصر هنا بيئة أو يمكن في العالم أنا معرفش سادتك بقى كده عندك دراسات بيئة لا تنبت الأسوياء إلا إذا كان هناك مواجهة نفسية عنيفة بين المسجون وبين البيئة اللي هو عايش فيها ليه كده؟ يعني هم ينفعش نعمل سجون سجون آدمية شوية عن كده؟ هو فيه يعني أكتر من توجه في فلسفة السجن التوجه الأول أو الفلسفة الأولى للسجون أن تكون عقابية انتقامية وده السجن هيبقى سيء جدا ممكن يبقى تحت الأرض مظلم رب فيه ضرب وفيه تعذيب وفيه كل الألوان القسوة وأصحاب هذه الفلسفة بيقولوا أنه الشخص معتاد الإجرام أو الشخص المخالف لأعراف المجتمع أو الخارج عن النظام العام أو أي حاجة بنعرضوا لده علشان يتراجع عن ده ده فلسفة فيه فلسفة تانية وهي العقابية احترازية أنه السجن يبقى سيء وعلشان يمنع الرجوع للجريمة وفي نفس الوقت يبقى احترازي يبعد الشخص ده عن المجتمع على اعتبار أنه ده بيؤذي المجتمع أو بيحدث اضطرابا في المجتمع فيه فلسفة تالتا يعقبوا وفي نفس الوقت ما بيفسدوش ما بيفسدوش مش هيعذبه يعني مش انتقامي بحيث لو خرج يخرج إنسان صالح ويكمل حياته بس برضو هنا السجن هيبقى عقابي فيقولك عشان يبقى عقابي لابد يبقى الجو بتاعه سيء يعني باش روح تقعد مرتاح كده فيه آه قده مكيفة بقى وقعد الوحده على سير وبتالي بيرجع كل يوم ده ده ممكن تيجي تطلعوا لك لا مش طالع بس مش عايش بره زي جوه بس مش انتقامي يعني هو عقابي بس مش انتقام ما بيعذبوش الفلسفة التالتة هي الفلسفة الاصلاحية انه السجن ده يكون اصلاح اصلاح وتهزيب اه بالزبط كده كانوا بقولوا كده زمان السجن اصلاح وتهزيب هيعمل بقى ايه سجن كويس قوي ويبقى فيه يعني اضاءة جيدة ويعني اماكن ترفيه واماكن تعليم واماكن تأهيل والزيارات تبقى فيها يعني نوع من البردو السماح اكتر شوية ممكن هو يلتقي بزوجته على فترات تحت اشراف السجن وبطرق يعني منظمة هنا بقى ده ايه يقول لك ايه يقول لك انا كفاية علي ان انا سلبت حريته انه ليس حرا ان يفعل ما يشاء وان يخرج وقت ما يعوز ويرجع وقت ما يعوز فده يكفي يعني هذا الجزء ما كفاء لي كده والجزء معذبوش بقى تاني وعن يحطه وبعدين أعمل برامج إصلاحية لأنه أنا هدفي أن الشخص يبقى كويس الشخص ده من المجتمع ابن المجتمع غلط عنده طراب شخصية زي اللي قلنا طراب المضاد المجتمع والذي يخليه دايما يتورط في الجريمة تاني أو دخل بالصدفة أو له رأي مخالف الكل اللي يهمني أنه هذا الشخص يصبح شخصا صالحا فهيبقى هنا هركز على البرامج التأهيلية والبرامج التأهيلية هنا مش بس مجرد أن نديله محاضرات أو توجيهات أو حاجة أنا دي برضو قدرتها على التغيير ضعيفة جدا في هذه الشخصيات بذات الشخصيات الإجرامية هنشوف البرامج التأهيل وإزاي نستثمر هؤلاء إخواننا المصريين اللي في السجون أو في أي سجن في أي دولة إزاي نستثمرهم يبقوا عنصر إيجابي ونافع لمجتمعه لكن بعد فاصل مع سيدنا الشيخ وأستاذنا الدكتور إحنا هدفنا النهاردة من الحلقة مع حضراتكم إن إحنا نوجه رسالتين الرسالة الأولى للمجتمع إنه يتعامل مع أي مسجون أو شخص سبق إنه هو اتسجن قبل كده يتعامل معه كإنسان عادي وإنسان له حقوق وعليه واجبات ما فيش حاجة اسمها رد سجون ما فيش حاجة اسمها يروح يجوز واحدة تقول له أصل أخوك كان محبوس أو يروح يقدم في وظيفة يقول له هاته فيش والتشبيه فيلاقوا كان عنده سبقة من عشر سنين فيمنعوه ما فيش حاجة اسمها لأن ده طب إنت لما ترفضه في الوظيفة وترفض تجوزه بنتك وترفض أن تبع له شقةك أو تأجر له شقة يععد فيها لنت كده بتساعده أنه يرجع للإجرام مرة تانية وبالعقس بيتحول إلى إنسان يريد أن ينتقم من هذا المجتمع الذي لا يترك له مساحة ليعيش فيها على ظهر هذه الأرض فدي قسوة من المجتمع نتمنى أن نحن نشيلها من قلوبنا ونحطها في ذاكراتنا ونحن نتعامل مع إخواننا اللي سابق لهم إلا إذا كان واحد بقى عنده إصرار بيطلع ويقتل ويسرق ويخش تاني ويطلع ويقتل ويسرق أقف من حقك أن أنت تحذر منه ومن حقك أن أنت ما توظفوش في وظيفة حساسة ممكن يسرق منها ملايين مثلا ومن حقك أن أنت ما تجوزوش بنتك إذا كنت لا تأمن عليها من أخلاقه ده حقك لكن بنتكلم على الشخص اللي هو اتورت مرة واصلة أمانة بيجوز بنته تحبس أو واحدة كانت بتعمل بتبني بيت لعيالها فما سددتش مثلا القرد فتحبست الناس دول يا جماعة لازم ناخدهم في حضننا ونصرف عليهم ونأهلهم نفسيا ونتبناهم مرة تانية الرسالة التانية للمسؤولين لو واحد مسجون النهاردة وعليه 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه ما تشوفوا حلوا وتسددوهم لو تطلعوه الناس اللي قائمين على أمور الزكاة في مصر ما تدفعوا زكاوتكم للناس اللي عندها أواضي ومحبوسة وسايب ولاده برة ولا سايب مراته وعياله برة هيتشردهم عشان ألف ولا ألفين ولا مئة ولا متين والغارمين والغارمين وده مصرف إسلامي والغارمين يعني اللي عليه فلوس إنك ممكن تسددوه من جمعيات الأهلية اللي عندها ملايين المؤسسات الخيرية اللي عندها ملايين ربنا يبرك لهم بس يشوفوا الناس دول فيه جزء كده من الزكاة وليكن تمن الرصيد اللي عندهم في البنك إن كان 8 مليون يقفين مليون كل سنة يروحوا شوفوا من اللي عليه مية ميتين ألف ألفين ويطلعوا الناس دي لأهليها يعيشوا برة ده حقهم علينا كمجتمع سيدنا الشيخ أنا قدامي 3 دقايق وقافل للبرنامج سيادتك في دقيقة ونصف ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها للمجتمع بخصوص إخواننا اللي كانوا محبسين وطلعوا أو اللي زالوا محبسين الله حضرتك احنا شوف كلنا مسؤولين نعم والحمد لله بعد الثورة الناس تحررت نعم وتعيش في حرية تامة فواجب على المجتمع الآن أن يتقبل هؤلاء بس مسؤولية بعد الثورة إن شاء الله أن تكون مسؤولية الدولة أولا لأن الدولة يجب أن تبحث عن هؤلاء نعم وتوفر لهم فرص العمل وتوفر لهم الحرفة الطيبة التي يحترفوها جوه السجن جوه السجن يعني تستثمرهم جوه السجن أو خارج السجن يعني لما يطلع من السجن أحطوا في مصنع أحطوا في أي مكان وتعاهد بيعد أمام صاحب المصنع إنه إنسان سوي كويس ونتعاهد بيه أفتح له يعني الحكومة تتبنى هؤلاء جميعا وتفتح لهم شركات وتجعلهم في مكان وكلهم في حرفته الجمعيات الأهلية والجمعيات الأهلية الخيرية مسؤولة برضو لأن كل جمعيات الخيرية مسؤولة أنا تتنزل بشكورك المراني جدا سيدنا دكتور نصيحة في دقيقة هو فيه وثقة للأمم المتحدة عن حقوق المسجون لو حرك طلعت عليها أو شفتها فعلا بتجعل من هذا المسجون شخص نافع جدا المجتمع بس هنا بقى التأهيل للمسجون له مستويات متعددة تأهيل على المستوى الديني على المستوى النفسي على المستوى الاجتماعي على المستوى المهني اللي أشار إليه فاضلة الشيخ على المستوى الأخلاقي بيتتاح له فرصة لإصلاح هذه الشخصية المضطربة خاصة معتادي الإجرام بحيث أن يكون جو السجن هو جو إصلاحي وده الاتجاه العالمي في الدول التي قطعت شوطا كبيرا في احترام حقوق الإنسان لأنه في النهاية إحنا مش عايزين نأذي حد وممكن نستثمرهم جوه السجن زي ما سيدنا شكرا هذا في حاجات أفكار نعمل مصانع ونستثمرهم ومنتجين جوه السجن وناس بتاخد الشهادات باكاريوس ودكتوراه داخل السجن وناس بتثقف ثقافة عالية داخل السجن ناس بتكتسب حرة أنا بشكركم شكرا جزيلا أفسدنا الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجماعة الأزهر شكرا يا دكتور جزيلا شكرا جزاك الله خيرا فضلت الشيخ مصطفى سليمان مدير إدارة الوعز والإعلام الديني بمجمع البركات الإسلامية جزاك الله عننا خيرا بشكركم جدا على التواصل يا ربكم الرسالة وصلت مع كامل احترامنا وتقدرنا لكل مؤسسات المجتمع وأيضا لكل إخواننا المساجين ندعو الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يتوب علينا وعليهم إنه ولي ذلك والقدر عليه في حفظ الله وأمن أشوفكم خميس الجي على خير حفظوا على أصواتكم انتخبوا اللي أنتوا عاوزينه اللي معيار الكفاءة مش عاوزين أي صدامات بين أي فرد وفرد أو بين أي فصيل وفصيل أو بين أي مرشحين ومرشحين مصر بلدنا ودماء المصريين غلي علينا جدا وإن شاء الله الثورة مستمرة وسنعبر بثورتنا إلى بر الأمان بإذن الله تعالى شفقوا على خير